أعزائي من بلدة كاترين في المنطقة الشمالية من الجليل أريد أن أتحدث في هذه الحلقة عن سلسلة نسب يسوع المسيح المنطقة مناسبة يقول كتاب عن يسوع أنه كان يطوف في قرى الجليل ويعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة ملكوت الله حتماً هذه واحدة من المناطق التي زارها يسوع المسيح اكتشفوا المجمع اليهودي القديم عدا عن الحفريات الأخرى في هذا المكان السؤال في هذه الحلقة لماذا سلسلة نسب يسوع المسيح؟ لماذا الأسماء الكثيرة مذكورة في الكتاب المقدس في العهدين العهد القديم والعهد الجديد؟ هل توجد فائدة؟ أم درس معين ممكن نتعلمه من سلسلة نسب المسيح؟ أنا بشجعك أنك تشاهد هذه الحلقة رح تكون بركة واستفادة روحية لحياتك عزيزي ابقى معي في هذه الحلقة لأن هذا التعليم سوف يجيب على عدة تساؤلات في حياتك سأعود بعد قليل عزاء المشاهدين واصل حديثي في هذه الحلقة عن سلسلة أنساب يسوع المسيح من منطقة الصحراء جنوب الأراضي المقدسة الصحراء كانت تعتبر مدرسة العظماء النبي موسى كان في صحراء سيناء ومنعرف عن النبي إليا ذهب إلى صحراء سيناء والنبي داود عاش في هذه الصحراء فترة زمنية يسوع أيضاً صام أربعين يوم وأربعين ليلة في هذه المنطقة في هذه الصحراء وتجرب من إبليس في العهد الجديد كثير من النساك والرهبان الذين يسكنون في الصحراء لكي يتقربوا إلى الله بالصوم والصلاة ويكونوا في علاقة وشركة مع الله عزيزي أريد أن أتحدث عن سلسلة أنساب يسوع المسيح كان من عادة اليهود حفظ الأنساب فهذا الشيء معروف في التقاليد اليهودية كانوا يكتبوا الأصفار وكان يكتبوا سلسلة الأنساب أو ما نسميها شجرة العائلة ومنشوف هذا الشيء عدة مرات في الكتاب المقدس في سفر التكوين نقرأ عن سلسلة أنساب في سفرين كاملين في العهد القديم سفر أخبار الأيام الأول وأخبار الأيام الثانية وفي أصفار عزرة ونحمية وطبعا في العهد الجديد منشوف سلسلتين لنفس النسب ليسوع المسيح في إنجيل لوقة وفي إنجيل مثة هذه الأنساب أحبائي كانوا يجتهدون في دراستها يدرسون حياة الآباء والأجداد والسلالات وكان في ناس متخصصة في هذا المضوع تقضي أيام وفترة طويلة لدراسة شجرة العائلة للتأكد لسبب واحد للتأكد أنه لم يدخل أي دماء غريبة إلى السلسلة أتذكرون معي جماعة السامريين عندما أخذ أشور السامرة إلى السبي الأشور في سنة 722 قبل الميلاد أحضروا شعوب أخرى واختلطت الشعوب عندما رجعوا اليهود من سبي بابل إلى يهودا طبعا كان في عداء مع السامريين لسبب أنهم اختلطوا بشعوب أخرى وحتى في سفر عزرة ونحمية متشوفوا أن الكهنة كان يوبخوا الشعب بسبب اختلاطهم بالشعوب الأخرى أي الدمية اختلط والعادات والتقاليد وطبعا العبادات الغريبة اللي اكتسبوها واللي اتورثوها من الشعوب الأخرى فمهم جدا أن يحافظوا على طهارة هذا الدم وعلى السلالة الطاهرة طبعا لما بيكتب متى عن سلالة يسوع المسيح هو بيكسر صمت 400 سنة من آخر نبي في العهد القديم النبي ملاخي وطبعا للإصحاح الأول هو بمثابت أو عبارة عن جسر بيربط بين العهدين حتى يكلم اليهود عن المسيح المنتظر وهنا نتعلم أحبائي كما يقول الكتاب أن كل الكتاب هو موح به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر لكي يكون إنسان الله كاملا مستعدا لكل عمل صالح فالسؤال لماذا يذكر الكتاب المقدس أسماء وأسماء وأسماء كثيرة ما المنفعة منها؟ شو الغرض منها؟ لماذا سلسلة الأنساب؟ أولا سلسلة الأنساب أثبتت لهوت المسيح وناسوته أيضا في رسالة غلاطية الإصحاح الرابع والآية أربعة مكتوب وَلَمَّا جَاء مِلء الزَّمَانِ أَرْسَلَ اللَّهُ إِبْنَهُ مَوْلُودًا مَنْ اِمْرَأَةٍ مَوْلُودًا تَحْتِ النَّامُوسٍ لِيَفْتَدِ الَّذِينَ هُمْ تَحْتِ النَّامُوسٍ وفي روميا الإصحاح الأول آية ثلاثة وأربعة بيتكلم عن داود من نسل داود حسب الجسد تعين ابن الله بالروح القدس أثبتت لهوت المسيح وناسوته أنه إنسان كامل أيضا تثبت أيضا أن الله ساهر على كلمته ليجريها كما قال النبي إرمية تعلن سيادة الله وسلطانه الكامل المطلق على الشعوب والأمم والملوك وكل الناس أن الله له السيادة الكاملة أيضا أعلن متى أن يسوع هو الوارث الموعود الوارث الوحيد هو الوثيء المسيح ابن داود تمت فيه نبوات العهد القديم هو الملك يعني المخلص الشرعي والحقيقي ثم أيضا تثبت أن كلمة الله ثابتة فهي تسير في خط واحد تؤكد أصالة ومصداقية وحي الكتاب المقدس كتاب واحد هدف واحد مخلص واحد طبعا لخطة واحدة فداء الجنس البشري وطبعا أعطيت الفرصة للتوجيه والتعليم بالواقع لا يوجد أي كتاب آخر بيتكلم عن سلالة أو أنساب سوى الكتاب المقدس أنا بشجعك عزيز المشاهد أنك اتواصل متابعتك معي سأعود بعد قليل ابقى معي أعزائي من الصحراء من المنطقة الجنوبية أواصل حديث عن سلسلة أنساب يسوع المسيح سلسلة الأنساب كثيرا تستخدم لأغراض أخرى لأغراض مثلا الكهنوت حتى يعرفوا الصبت الذي ينبغي أن يخدم وكانت تخدم أيضا لأسباب حربية يعرف الناس بعمر معين من يستطيع أن يقوم بالحرب كشباب فهكذا كانت تستخدم أيضا لأغراض أخرى لكن السلسلة في متة تبين أن السلالة أو الذرية التي جاء منها يسوع المسيح هي طاهرة بكل معنى الكلمة لم تختلط أو تمتزج بأي دماء غريبة فيسوع له الشرعية وله الحق أن يأتي من هذه السلسلة له الشرعية أن يكون المسيح الملك المخلص اللي تمت في نبوات العهد القديم ثم بالواقع سلسلة أنساب يسوع المسيح تعلن محبة الله الله له مخطط رائع في حياة الناس خطة إلهية لابد أن تتم فكل هذه الأسماء حتى نصل إلى الإسم الأعظم الذي وفوه كل اسم اسم يسوع المسيح لكي يظهر ويبرهن في مخطط برنامج إلهي أن المسيح المنتظر جاء ليخلص العالم من الخطية بالواقع أن السلسلة اللي موجودة في إنجيل متى الأصحاح الأول سلسلة الأنساب هي مقسمة إلى ثلاثة أقسام حتى يسهل الحفظ ويسهل الدراسة لكل من يريد أن يتتبع هذه السلسلة أو يتبع هذه الأسماء الكثيرة فهذه الأسماء أو الأقسام ثلاث أقسام كل قسم 14 جيل وطبعا ما يقرب عن 46 شخصية مذكورة في سلسلة متى على مدى 2000 سنة حتى يسهل كل أمور على فهم الإنسان من إبراهيم يبتدأ لدؤود ابن دؤود من دؤود إلى السبي ومن السبي إلى مجيء يسوع المسيح هذا التقسيم بسهل جدا يبسط الفترات التاريخية اللي عاش فيه الشعب القديم طبعا بيبتد من إبراهيم إلى دؤود هذا يعتبر العصر الذهبي ومن دؤود طبعا عندما أقول دؤود والسليمان من دؤود والسليمان إلى السبي هذا يعتبر فترة العار والخزي وفترة طبعا العبودية والخطية المستمرة في حياة الشعب الله ثم من السبي إلى يسوع المسيح أي عندما جاء المسيح رد سبي الشعب من الخطية لأنه المخلص الشرعي والحقيقة الذي قام في هذه المهمة من السبي طبعا إلى يسوع جاء المخلص بكل هذه السلسلة نستنتج أن المسيح هو ابن دؤود ولاحظ أن البشير متى بيكتب لليهود لناس عارفوا فهم عن إيش بيتكلم بيتكلم المسيح ابن دؤود ولاحظ أنه بيستخدم عدد سبعة وعدد سبعة هو عدد الكمال واسم دؤود على فكرة في العهد القديم أو في العهد الجديد له أيضا معنى رائع كلمة دافيد دالت رقم أربعة في اللغة العبرية فاظ رقم ستة دالت كمان مرة رقم أربعة فلما بتجمع الأرقام يصبح العدد أربعة عشر وكأنه بتلاعب الألفاظ أربعة عشر جيل بركز على ابن دؤود ابن الإنسان ابن الله يسوع المسيح له كل المجد أو بيتكلم في رسالة روميا عن ابنه صار من نسل دؤود من جهة الجسد أو كما قال في رؤية في آخر إصحاح أنا أصل وذرية دؤود عزيزي ابقى معي سأواصل حديثي بعد قليل وأهم قرهان في السلسلة هم اليهود أو صنط اليهود على الموضوع لم يعترضوا أي اعتراض على السلسلة أعزائي من منطقة الصحراء واصل حديثي عن سلسلة أنساب يسوع المسيح هذه السلسلة أيضاً منشوف نقطة في غاية الأهمية ولسيما في بشارة متة في السلسلة تحطمت كل الحواجز بيذكر أسماء طبعاً يمكن ما حد تاني بيذكرها بيذكر اسم رحاب الزانية التي خلصت قديماً وأصبحت من شعب الله ويذكر أيضاً رعوث المؤبية لا تعتبر من شعب الله لكنها أصبحت من شعب الله وأصبحوا أيضاً من سلالة يسوع المسيح بالواقع أنه البشير متى يذكر عدة أسماء نساء فأريد أن يبرهن أنه لا فرق بين اليهود والأمم بين الرجل وبين المرأة ثم يذكر أيضاً أسماء مثل أبطال الإيمان إبراهيم، إصحاق، ويعقوب وهكذا أسماء تعبر عن قوة الإيمان من ناحية أخرى يذكر أسماء بعض الأشرار مثل الملك منسة والملك أبيا من كل هذه السلسلة نكتشف محبة الله ونعمته للبشرية الخاطئة بغض النظر أنه كل الموضوع بيتعلق بنعمة الله طبعاً بالنسبة للسلسلة متى بيكتب سلسلة أنساب يسوع المسيح ولوقى أيضاً بيكتب نفس السلسلة لكن البعض يعتقد أنه فيه تناقض بين السلسلتين لا يوجد أي تناقض بين السلسلتين لكن كل واحد بيتكلم إلى مستمعين معينين فمتى يكتب لليهود الذين يتوقعون مجيء المسيح بينما لوقة أممي آمن بيسوع المسيح فبيهمه أن هذه المعلومات والبشارة تصل إلى كل العالم أجمع فبعض ظن أنه الفرق بين متى ولوقى أنه تناقض متى بيكتب كيهودي لوقة بيكتب كأممي طبعاً لأنه آمن وبيحاول يكلم كل إنسان بهمه هذه المعلومات متى مثلاً بيبتدئ هذه السلسلة بإبراهيم منتهياً بخط الإنسان تصاعدياً حتى طبعاً انتهى بيوسف من إبراهيم إلى يوسف خط تصاعدي بينما لوقة يبتدئ بطريقة مختلفة استهل السلسلة بأحداث تاريخية أكثر قرباً لكي يثبت تاريخية الموضوع تذكر أن لوقة أيضاً كان ليس فقط طبيب لكنه كان مؤرخ وحتى المؤرخين يشهدون للطبيب لوقة أنه بارع في الكتابة وأنه دقيق بالتفصيل والأحداث وكان مهم جداً أنه يتكلم عن هذا الموضوع فمتى يكتب تصاعدياً أما لوقة فطبعاً يكتب تنازلياً عزيزي المشاهد أنا بشجعك أنك تواصل مشاهدتك لهذه الحلقة ولسيما الكلمات الختمية في غاية الأهمية ابقى معي سأعود بعد قليل عزائي أواصل حديثي عن سلسلة أنساب يسوع المسيح من منطقة الصحراء ذكرنا عن سلسلة متى ولوقة لوقة طبعاً بيتكلم بيبتدي من ابن يوسف حتى انتهى بابن آدم إبراهيم لأنه بالنسبة لمتى إبراهيم معروف لليهود فكان لازم يبتدي بإبراهيم لكن بالنسبة للوقة لأنه كان أممي بهمه أنه كل العالم فيصل إلى طبعاً ابن آدم أو إلى آدم متى مرة أخرى بيتكلم عن السلسلة أو سلاذة الأنساب من النسل الملكي للمريم بداية من الملك داود والملك سليمان أيضاً بايدما لوقة يبتدئ بسلسلة أجداد يوسف منا ثان كابن ابن داود هو من نفس يعني السلسلتين بيعودوا إلى نفس الشخص إلى داود النبي وداود الملك لكن مرة أخرى متى بيبتدي من النسل الملكي للمريم بيبتدي من الملك داود سليمان السلالة الملكية بينما لوقة بيبتدي من أجداد يوسف منا ثان ابن داود طبعاً في الإصحاح الأول متى بيبتدي حتى يكون جسر بين العهدين يربط أن يسوع الملك بينما لوقة يبتدئ بخدمة يسوع في الإصحاح الثالث معلناً حقه وشرعيته يستخدم كابن الله وأيضاً كابن الإنسان وكرئيس كهنة السلسلتين أحبائي بمدونا بمعلومات تاريخية في غاية الأهمية وبالواقع أن هذه السلسلة سلسلة الأنساب تعتبر مرجع تاريخي حتى للعلماء اللي بيدرسوا التاريخ اليوم واللي بحاول ليدرسوا الخلفيات والحضرات المختلفة قديماً فحتماً هذه السلسلة تعتبر مرجع لإلهم لكن دعني أقول في الختام أنه أكثر برهان وأهم برهان في السلسلة هم اليهود أو صمت اليهود على الموضوع لم يعترضوا أي اعتراض على السلسلة هذا إن دل على شيء بدل على مصداقية الكتاب المقدس أنه مسوق من الروح القدس وأن هذه الكلمات كلها بوحي من الله فبينما أن اليهود صمتوا أو لم يتكلموا في هذا الموضوع أو لم يعارضوا فهذا دليل واضح وصاطع على أهمية الموضوع وعلى مصداقية هذا الموضوع إحنا قرأنا سلسلة متة وسلسلة لوقة لكن أحباء مرقص بيسميه إنجيل ابن الله رأساً بيرجع لما كانت يسوع في السماء والبشير يحنى بيخبرنا أنه الكلمة اتخذ جسد في ملء الزمان في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله فيقول الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع فالمسيح جاء من السماء اختار نسل أو شعب ليتمم الخلاص لكل البشر فهو الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته هو صورة الله غير المنظور هو كلمة الله هو المبارك له المجد فهنا نرى لهوت ونسوت المسيح في آن واحد لماذا أحبائي؟ كل التعب لشغلي أو لشيء بسيط جداً الله بحبك نعمته ممدودة سواء كنت من رجال الأبطال أو الدين أو من الأشرار فأنت تحتاج إلى نعمة الله أنت تحتاج إلى خلاص الله كل ما هناك أشكر الله أنت ذات قيمة يعني حتى أنت اللي بتشاهد أنت كمان مسجل عند الله وانت ذات قيمة عظيمة قوله يا رب أنا بدعوك لحياتي وأريد أن أؤمن بالمسيح وصدقني هذا الإيمان كما يقول كتاب بيعطيك الحياة الأبدية بصلي من كل قلبي أنك اتخذ هذا القرار عزيزي إذا محتاج لمساعدة روحية إذا محتاج حد يصلي معاك إذا في أي موضوع شغلك أو أكثر مزيد من هذه التساؤلات على الموضوع يمكنك أن تتصل أو تكتب لنا حتى أسمع منك إلى اللقاء والرب يباركك في الحلقة القادمة من المسيح الفريد سنعرف المزيد عن ولادة يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى موسيقى موسيقى